النهاردة الرئيس سيسي استقبل فليبو جراندي المفاوض السامي لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور الوزير سامح شكري علاقة وطيدة الحية بين مصر من حوالي 70 سنة بينها وبين مفاوضية شؤون اللاجئين الرئيس أكد على أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمة المتعلقة بالنزاعات وتحقيق الاستقرار والأمن السياسي أيضا والمفاوض السامي للأمم المتحدة طبعا أكد على أهمية دور مصر والجهود التي تقوم بها مصر لإستقبال اللاجئين على المعابر في السودان أو المعابر المصرية طبعا بين مصر والسودان الخارجية أيضا نشرت مجموعة من المعلومات والأرقام عما تقوم به مصر في جهود إجلاء الرعاية المصريين والأجانب من السودان واستقبال السودانيين المدارين من هذه الاشتباكات فمثلا بنتكلم عن 164 ألف سوداني دخلوا رسميا إلى مصر حتى اليوم في الحوار بتاعنا حيتكلم في ليبو جراندي عن 175 من النازحين عموما لكن هنا مصر بتقول 164 ألف من السودانيين آلاف التأشيرات تسهيلات طبعا عشرات الأطنان من المساعدات الدولية 15 أيادة متنقلة 12 قافلة طبية 13 عربيت إسعاف إجراء 120 عملية جراحية رئيسية فيعني الحقيقة غير ميت حالة غسيل كولوي يعني الحقيقة أنه طبعا عمل كبير جدا بتقوم به مصر وطبعا فيه مقدمات على الهلال الأحمر المصري وكل الجهات المصرية لتقديم الخدمات للسودانيين وإحنا عارفين أن إحنا عندنا اتفاقية ضمان حرية الحركة وللأشقاء السودانيين داخل أراضي المصرية دي الحريات الأربعة ودي اتفاقية بين مصر والسودان فبالتالي يعني الحقيقة أنها بتسهل دخول السودانيين مصر كانت قالت أنه كل السودانيين مرحب بيهم لكن فيه ناس معينة من الشباب بالذات اللي هم ما بين أعمار يعني معينة دول اللي لازم ياخدوا فيزا ياخدوا فيزا على الحدود والتأشيرات بتكون بسهولة ويسر ترجمة نانسي قنقر